المعركة الانتخابية المقبلة في العراق قد تكون مختلفة كليا عن سابقاتها فالتنافس سيكون تنافس أشخاص أكثر من كونه تنافس قوى سياسية معدلة فرضها قانون الانتخابات الجديد تجبر الكتل السياسية على خوض الانتخابات بشكل منفرد حتى لا تتشتت أصواتها بين مرشحي التحالف الواحد هذا القانون حقيقي جديد أما كان يؤمن عليها سابقا مع الكتل السياسية بحيث تضمن هذه الكتل السياسية سابقا مقاعدها ووجودها في البرلمان اليوم تغير الوضع الحقيقي من خلال هذا القانون وهناك طبعا تكتلات جديدة شبابية صاعدة إلى الانتخابات وستحقق أعتقد فالطفرة نوعية بالتواجد مستجدات جديدة تجعل مارثون التحالفات ينطلق بعض الانتخابات لا قبلها حراك أولي بين عدد من زعامات القوى السياسية لغرض تشكيل تحالفات ما بعد علن النتائج يدور الحديث عنه فكل كتلة كبيرة تسعى إلى جمع أكثر عدد من المقاعد بغية تشكيل أغلبية برلمانية تستطيع من خلالها الضفر بتشكيل الحكومة سوف يعقدون صفقات فيما بينهم رسال كتل ورسال عزاب ويسوف يتفقون وتفهمون على كل شيء ولكن الإعلان عن هذه التحالفات سوف تتم بعد الانتخابات وبالتالي العملية بعيدة كل بعد عن المواطن وهمهم المواطن العملية هي تصف في مصلحة العزب والكتلة السياسية المعينة ومن المقرر أن يشهد العراق في مطلع يونيو حزيران المقبل انتخابات مبكرة يشارك فيها أكثر من 25 مليون عراقي يحق لهم التصويت من أصل 40 مليون مواطن بوقت تم تسجيل قرابة 400 كيان سياسي في المفوضية للمشاركة في هذه الانتخابات بقانون جديد تم إعداده استجابة لمطالب المتظاهرين من العاصمة العراقية بغداد بدر الركاب أليو